تغلب النادي العربي على نظيره القادسية بهدف من دون رد في ختام منافسات الجولة الحدية عشرة من الدور الكويتي الممتاز لكلة القدم دور STC وشهد الشوط الأول في المباراة منافسة مثيرة بين الطرفين مع أفضلية طفيفة للعربي لينجح بفضل أفضليته بتسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد سولى في الدقيقة الثالثة والعشرين وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 23 نقطة مشاركا الكويت في صدارة الدوري متأخرا عن الكويت بفارق النقاط فيما بقي القادسي على رصيده السابق بعشرين نقطة